فتن الناس ببعض الشطح وفتن الناس ببعض ما قيل مثلاً وما ذكر في الأمر الحلاج أو أمر محيد دين بن عربي أو غير وأشهر ذلك الحلاج وإن أخذ على كثيرين هذا لكن هذا أشهر ما جاء في هذا الأمر البعض فتن والبعض الآخر يعني أنكر والبعض لا يزال مصدق هذه الأمور كذلك ما يذكر عن شمس الدين التبريزي يعني أمور من هذا الجلال الدين الرومي أشياء من هذا القبيل يذكر عنهم بعض الأمور التي هي يعني إما أن تفتن الناس وإما أن تأخذ على التصوف أو الصوفية وإما أن تكون مصدقة لكنها من غير العقل المعتاد فتثير الجدل وتفتح أبواب الطعن أو إنكر التصوف هذا تراث موجود شئنا أم أبينا تحدثنا أم لما تحدث أصبح موجودا وأصبح بتوجه منه سهام نقد أو سهام إنكار كيف يكون التعامل مع هذا كلما ذكرنا التصوف ذكر أن الحلاج قال الجبة فيها الله أو أشياء من هذا القبيل وأن هذا كان خطاب يعني لعله كان يقصد شيء آخر لكن أخذ أنه كان يقصد أن الله سبحانه وتعالى تمثل في جسدي أو أشياء منه أو حل بروحي وقضية الحلول وغير ذلك ماذا في هذا؟ يعني دعيني أقول بأن هذه القضايا أو هذه المصطلحات واحدة من المصطلحات التي ينبغي أن نتوقف أمامها لكن قبل أن نتوقف أمامها أود أن أشير إلى هذه النظرة الخاصة بالتراث بشكل عام والتراث الصوفي بشكل خاص فالنظر إلى التراث بشكل عام أو التراث الصوفي بشكل خاص لا بد أن ننظر إلى أنه تراث نتاج عقل عقل بشري ليس معصوما من الخطأ وبالتالي هذا التراث قد يجتمل على الصحيح وعلى الصقيم على الصواب وعلى الخطأ وبالتالي دور العلماء والمفكرين والمنتسبين إلى الطريق العمل على تنقية هذا التراث خصوصا مثلا وأننا نجد أن من العلماء كابن رجل الفيلسوف مثلا يؤكد أن النظر في كتب أو في تراث السابقين واجب بالشرح فالشريعة هي التي أوجبت هذا النظر ولماذا أوجبت هذا النظر في هذا التراث للوقوف على ما فيه ولنبني على ما فيه ولنستفيد مما فيه ولنحزر مما هو فيه لهذا نراه يقول النظر في كتب القدماء واجب بالشر فما كان فيه من خير سررنا عليه وشكرناهم عليه وما كان فيه من شر وأمكن تقويمه قومناه ونبهنا عليه وما كان فيه من شر ولا يمكن تقويمه نبهنا عليه وحضرنا منه هذه القاعدة التي وضعها هذا الرجل يمكن أن تجعلنا نقول بأن التراث السوفي واحد من جملة ألوان التراث الموجودة